بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله راح نكمل على Logical Expressions طبعا Logical Expressions في نوعين من Operators ممكن نستخدمهم مع Logical Expressions Relational Operators اللي هو أصغر من أصغر من أو يساوي أكبر من أكبر من أو يساوي وعندنا ال Operator يساوي ولا يساوي مع أنه ممكن هذي نسميها Equality Operators في الجافة رسميا تسمى Equality Operators ذلك حلنا راح نعتبرها Relational Operators وهي تعطيك العلاقة Relation بين اليسار ال Operator واليمين ال Operator مثلا اليسار ال Operator أصغر من اليمين ال Operator هذي علاقة فيما بينهم أو أكبر منه أو شي زي كده وعندنا Logical Operators اللي هي وعندنا ال Operator Not طبعا ال Operator Not يسمونه Unary Operator يصلنا في الجافة Unary Operator ومهم جدا الشيء هذا لأنه يأخذ Precedence أعلى من ال Or وال Ant يعني أنا راح يعني كلامي هذا غير دقيق يعني بالمرة يعني غير دقيق مية بالمية يعني في الرياضيات يعتبر Logical Operator لكنه في الجافة يعتبر Unary Operator ويعطى Precedence أعلى من ال And وال Or ويسمى Unary Operator لأنه ما يأخذ إلا شيء واحد فقط هنا زي قيمة واحدة أو نقول Logical Expression واحد هنا طيب خلو نشوف أمثلة على ال Relational Operators عندنا مثلا ثنين أصغر من ثلاثة هذا Logical Expression قيمته True عندنا مثلا خمسة أكبر من عشرة هذا Logical Expression قيمته False مثلا عندنا مثلا ثنعش لا تساوي X مثلا هذا Logical Expression زي قيمته ما نعرف هله True ل False لأنه ما نعرف قيمة X زي لو كانت قيمة نفرض قيمة X عشرة مثلا فإذا قيمته True راح تكون True زي فهذا ال Relational هذه أمثلة على Logical Expression باستخدام إذا قيمته ال Relational Operators بالنسبة لل Logical Operators ال-and وال-or وال-not فإن ال-and وال-or تاخذ two operants واحد على إيسار واحد على يمين فمثلا ممكن نقول True true and false طبعا هذا يعطينا false مزيلا لكن هذا logical expression طبعا يني ممكن راح يستغرب logical expression هذا لكن فعليا يعني ممكن تروح أنت ال f statement مثلا وتكتب f statement زي كده if true and false طبعا هذه and لكن لا أسفنا if true and false system.out.println زي مثلا past أو شيء زي كده مضبوط يعني وصل هنا المكان هذا طبعا ناتج ال logical expression هذا راح يكون false بالتالي الشرط لا يتحقق أو بمعنى آخر أن الشرط غير متحقق أو لم يتحقق فبالتالي ما راح يطبع العبارة هذه طبعا نادرا ما يجي واحد يكتب كذا f true and false قاعدين سواء هذا يعني غالبا غالبا يكون يكون اللي صار ال and واليمين ال and هذا يكون شو اسمه حاجة logical expressions وقيمتهم تعطينا true أو false مثلا يكون مثلا مثلا 2 أكبر من 1 and مثلا 1 أصغر من 0 زي هنا هذا logical expression وهذا logical expression استخدمنا في relational operators زي ما انتم شايفين هنا وهذه ال and فإذا أخذنا هذا فقلنا هذا true لو سوئنا evaluation لهذا يكون true لو سوئنا evaluation لهذا يكون false في الناتج إذن false إذن ليس بضرورة أن تكون هذا صحيح لكنه نادر استخدامه نادر أنك تشوف برنامج في شيء زي كذا لكن غالبا تشوف أنت أشياء زي كذا فإذا الآن وال or نفس الشيء تاخذ to operant فمثلا ممكن نقول لو قلنا 2 أكبر من 1 لو قلنا 2 أكبر من 1 or 1 أصغر من 0 رح يعطينا هنا هذا true وهذا false ومعروف في الرياضيات أنه true or false يعطينا true خلو نكتب الجدول حق ال and وال or هذه ال and إذا عندنا true إذا عندنا true false كيف رح تكون النتيجة true and true true والباقي كلها false إذا عندنا نحسب الـ expressions evaluations أو إذا جاء سواء ننتبع برنامج أو ننتبع برنامج أو الكمبيوتر جاء يحسب فهذا هو الجدول اللي نتبعه هذا الـ operator and true and true 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 and true false 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 and true false false and false false بالنسبة للـ or فإنه هذا الجدول الخاص بالـ or true false true false true or true 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 or false true true false or true true false or false false إذا مرة واحدة الـ or تكون false وهذه وهنا مرة واحدة تكون true true and تعطينا true وهي إذا كان كلهم true أما الباقي المرة فكلها false مرة واحدة الـ or تعطينا false وهي إذا كان كل الاثنين false البقيات كلها true هذا هو جدول truth table حق الـ and وال- or بقي لنا not والـ not دائما ينفي فnot true يعطينا false not true يعطينا false والعكس صحيح مثال مثلا يعني مثال أكثر يعني وضوح لو قلنا مثلا not ثلاثة أكبر من أثنين كش راح يعطينا الإكسبريشن هذا لما نسويه evaluation طبعا الثلاثة هي أكبر من أثنين فإذا هذه true not true يعطينا false طيب الآن لما نجي نكتب logical expression أو أعفوا لما نجي نسوي evaluation للـ logical expressions دائما الأولوية تكون للـ operational operators زين بعد كده logical operators ما أداء اليوناري أوبرايتور اللي هو النفي خلو نشوف هنا الأولوية زي ما عشفناها قبل اليوناري عفوا هنا هنا هذا النفي اليوناري أوبرايتور اللي هو أعلى أولوية precedence هو الأعلى بعد كده الضرب والقسمة والباقي القسمة بعد كده الجامعة والطرح بعد كذا relational operators بعد كذا equality operators وبعد كذا and وبعد كذا or هذه هي الأولوية طيب خلو نشوف بعض الأمثلة على logical expressions نسوي إلى evaluation نخلط فيها بين كل الoperators هذولا بما في ذلك الجامعة الطرح والضربة القسمة زي ما راح نشوف إن شاء الله ونشوف كيف الأولوية نشوف كيف الـ evaluation على حسب الأولوية